أول شيء عندما نفتح البرنامج نضغط عليه مرتين وبعدين أول شيء نغير اللغة الإختبار للعربي نغير اللغة الإختبار للعربي بالشكل ده رمز المرشح نكتب فيه أي شيء ممكن أن نكتب فيه اسم عادي مثلا زي محمد عادل وبعدين كلمة المرور نكتب فيها ديمو بعدين أدخل في الاختبار سيطلع لي عدة اختبارات أنا ممكن أختبر فيها كل هذه اختبارات تجريبية الأسئلة فيها ثبتة لا تتغير كل مرة تدخل في الاختبار فممكن تقدر تتضرب عليه أكثر من مرة وتشوف مثلا إذا كان عندك أخطاء تصححها كل مرة فنبدأ في اختبار اليوم اختبار اليوم هو الجداول الإلكترونية برنامج الإكسل هنبدأ الامتحان ونبدأ نحل الأسئلة هنعمل ابدأ الامتحان هنقول له نعم بشكل هذا بعدين عيجلنا إذا هو الأسئلة موجودة عندنا تحت بعدما نضغط موافق أريد أن يظهر الأسئلة وعندنا طبعا إذا هو الأزرار ديات اللي تحت اللي هي السابق والتالي اللي أنا عاوز أقلب ما بين الأسئلة والجزء التالي لو أنا مثلا عاوز أنتقل للجزء التالي طبعا إختبار الإكسل بيكون متأسم على ثلاث أجزاء جزء أول وثاني وثالث وكل جزء فيه سبع أسئلة طبعا لما أنت تحل وتنتقل للجزء اللي بعده لا تقدرش ترجع للجزء الأولاني مرة ثانية فحاولوا أنكم تحلوا الجزء بالكامل وتتأكدوا من الأسئلة اللي فيها قبل ما تنتقلوا للجزء اللي بعده طيب خلان نرى الأسئلة ونشوف إيه المطلوب عندنا في أول سؤال أول سؤال جاي على فقرتين الفقرة الأولى والفقرة الثانية طبعا كل الفقرات لازم تتحل طبعا فحنا عندنا أول فقرة بيقول لي إيه افتح المصنف المبيعات من الموقع الشهادة الدولية طيب لو أنا عاوز أفتح مصنف هنا بافتحه ازاي بروح عند ملف في البنامج المفتوحة بروح عند فتح وواعدين إستعراض aquirn istairad سأذهد에도 هذا дело عند الموقع اللي هو إيه قاله في السؤال اللي هو عند الشهادة الدولية تحت c سنذهっちور القرص المحلي c بالشكل دوت ونختار الشهادة الدولية ونختار اللي هو إيه مصنف المبيعات اللي طالبوه في السؤال. حنو ندخل هنا فتح. واي يفتح لنا المصنف بالشكل ده. طيب نشوف الفقرة اللي بعدها. يقول لي ادخل النص تحويل الراتب في الخلية بي واحد من ورقة العمل الجرد الايه السنوي. طيب يبقى دلوقتي هو طلب مني ورقة العمل ايه الجرد السنوي. فيه عندي هنا ورقتين عمل. واحدة اسمها مبيعات يناير. واحدة تانية اسمها الجرد السنوي. يبقى الجرد السنوي هي المطلوبة مني هي المفتوحة عندي دلوقتي. طيب انا فين بعد دلوقتي هلأيا الخلية الخلية عندي اللي هي بي واحد. بي اللي هو العمود بي. هذا هو العمود بي. طيب وبعدين الصف واحد. هذا هو Rend minds with a1. فتقاطع الصف مع العمود هو اسم الخلية. اسم الخلية هنا هيكون ايه? بي واحد. لو انا عاوز اتكد من اسمها هلحصله هنا. اللي هو بي واحد. يبقى انا على خلية الصحة. ش позвол�로 لدي الخلية واحد وكتب النص اللي طلبوا هنا اللي هو ايه تحويل الراتب بالشكل ده. تحويل الراتب يبقى بنجرد ان اكتب فيها زي كده وبعدين اضغط انتر علشان اثبت مهما كان اللي انا بكتبه في الخلية لازم اضغط انتر علشان اثبت المكتوب ايه في الخلية طيب كده احنا حلنا السؤال الاول نشوف السؤال البعدي هضغط على التالي عشان اشوف السؤال الثاني بيقول لي باردو هنا عندي فقرتين الفقرة الاولى بيقول لي بورقة العمل الجرد الثانوي ادخل النص المجموع في الخلية F3 يبقى في نفس ورقة العمل اللي احنا فيها هنروح اندفين F اللي هو عمود F بعدين الصف التالي هذا هو يبقى F3 ممكن نتأكد برضو من رقم الخلية هنا طيب يبقى دلوقتي انا حددت على الخلية دي هكتب فيها ايه الجرد الثانوي الشكل هذا الجرد اعوز رنبش الجرد الثانوي المجموع الجرد الثانوي اسم ايه اسم ورقة العمل هنا هنكتب المجموع دهوت النص المطلوب طيب وبعدين بيقول لي عدل لون الخط للنص الذي قمت بيدخاله الى اخضر طيب انا ادخلت النص اللي هو المجموع دهوت هتغط Enter علشان اثبت اللي في الخلية وبعدين حرجع اضغط على خلية مرة تانية واغير هنا لون الخط يكون باللون الاخضر طبعا اتأكد ان يكون على اللون الاخضر من الالوان القياسية طبعا الالوان القياسية لها اسماء كثيرة مثلا دهوت لو تسموه اخضر فاتح يبقى بش هو المطلوب المطلوب اخضر اللي هو ده يكون الاسم ظهر زي كده اخضر يبقى تعرف انك على اللون الصح طيب نشوف السؤال البعده يقولي في ورقة العمل الجرد السنوي اكتب الارقام التالية في نطاق الخلايا من G5 الى G9 طبعا دهوت بنسميه نطاق الخلايا اللي هو ما بينه نقطتين رأسية نقطة الرأسية هنا ديت معناه من الى يعني من الخلية G5 الى الخلية G9 يعني الخلية الخلايا اللي ما بينها لازم يتكتب فيها كمان نطاق خلايا فانا حكتب ايه في نطاق الخلايا دهوت حكتب فيه الارقام دي ١١٣ ١٣ ١٤ ١١٤ ١١٧ ١٧ ١٧ ١٧ ١٢١. بدءا من الرقم ١١١٣. يبقى دلوقتي ١١١٣ سكتبها في الخلية كم? ١٠٢. ١٠٢. يبقى عندي عمود ١ هذا هو موجود. هنروح عند خامس خلية اللي هي الخلية ديت. ١٦ عند الصف الخامس. ههو ١٢. حد اكتب في ديت اي بقى اللي هو ١٢١٣. هكتب ١٢١٣ رقاما زي كده. بعد ان اضغط انتر. هتطول عين ان اللي الخلية البعديها جي ستة. يبقى جي ستة مفروض تبقى فيها ٢٠١٤. وهكذا. ١٢١٤ اللي بعده ١١١. اللي بعده ١٦. واخيرا ١٧. ١١١ فين في الخلية جي تسعة. بعد ما اكتب ١٧ هتغط انتر كذلك مرة. عشان اثبت القيمة في الخلية. ٢٠. بدأت السؤال الثالث. شو السؤال اللي بعده. في ورقة العمل مبيعات يناير عدل عرض العمود A إلى ٢٥. طيب. يبدل الوقت عندنا اللي هو مبيعات يناير هي ديت الموجودة عندي. هتغط على الورقة العمل ديت. هنتقل لها. وبعدين بيقول لي عدل عرض العمود A. فين العمود A؟ هذا هو عمود A. هتحدد عليه زي كده. الضغطة بسيطة على A. وبعدين هتعدل العرض ٢٥. يعني هتغط ضغط يمين على العمود. وبعدين هتلاقي حاجة اسمها عرض العمود. هختار عرض العمود. وبعدين هتدي لي المستطيل. هكتب فيه ٢٥ بالطريقة ديت. وهقول موافق. مجرد كده ان ايه هعدل عرض العمود. طيب. السؤال اللي بعده. يقول لي في ورقة العمل مبيعات يناير. برضو نفس الورقة. نصق نطاق الخلايا. أو جي اثنين إلى جي تسعة إلى العملة دولار بدون فواصل عشرة. طيب. السؤال دوت بعض المرات يكون ملخبط شوية. أول حاجة لازم أحدد على نطاق الخلايا اللي ذكروا. اللي هو الأرقام دي كلها. من جي اثنين إلى جي. تسعة. كل دي نطاق الخلايا. نحدد على الخلايا دي كلها. بعدين نلاقي عندنا هنا مجموعة أدوات الرقم. هندغط على السهم الإضافي. اللي هو التنسيق الرقمي. وبعدين هنروح هنا عند مخصص. مش هنختار عملة هنا. هنروح عند مخصص. لأن احنا هنختار علامة الدولار هنا. هنروح عند مخصص. وبعدين هلاقي عند القايمة ديت الطويلة دي. هنروح نازل في آخر القايمة تماما. قبل الأخير. هلاقي حاجة زي الرقم. اللي دوته. دوته هو العملة. وعلاقي العملة مكتوبة عندي هنا. دولار. هو دوته المطلوب مني. وهنضغط معافق. بالشكل ده. بعد ما أعملها العملة زي كده. بالدولار. فاضل بيقول لي ايه؟ بدون فواصل عشرية. يعني ايه؟ يعني الأرقام العشرية ديت. اللي بعد الفصلة. أحزفها. أحزفها زي؟ بلاقي عندي أداة هنا اسمها ايه؟ انقاس الأعداد العشرية. هنضغط عليها مرتين. عشان أتخلص من الأعداد العشرية بالشكل ده. طيب بدوت السؤال الخامس. السؤال اللي بعدي. بيقول في ورقة لعمل مبيعات يناير أيضا اضبط اتجاه الطباعة إلى أفقي نطبط اتجاه الطباعة كيف سنذهب إلى ملف ثم نختار طباعة من عند الطباعة نغير في الاعدادات نجعل اتجاه الطباعة نجعله أفقي من المنظر مجرد ان اخرج من القائمة لا يحتاج ان اخرج طباعة مجرد ان اخرج من القائمة ثم نذهب إلى السؤال يقول لي احفظت المصنف اسم النسخة محدثة في الموقع الشهادة الدولية حسنا نحتاج ان اذهب إلى ملف ثم نعمل حفظ باسم لان سأحفظ ملف جديد سأحفظ مصنف جديد سأخذ حفظ باسم حفظ باسم نختار حفظ باسم وعدين استعراض سأذهب إلى الشهادة الدولية ويسميه هنا نسخة محدثة نسخة محدثة بالطريقة ديت وبعدين اضغط ايه حفظ بس ويكون كده ايه خلصنا الجزء الاول ننتقل بقى للجزء اللي بعديه اقول له نعم هولينا موافق مرة تانية وحبدأ بالجزء التاني طيب الجزء التاني برضو عنده السؤال الاول فيه اربع فقرات عند ابن انحلا يقول لي افتح المصنف صافي الداخل من الموقع الشهادة الدولية هاروح برضو عند ملف فتح استعراض وحطار من هنا اللي هو ايه شهادة الدولية من عند القرص محله س Democr هو دوتو الملف الى افتحه اعمل الفتح حسن بيقول لي في ورقة العمل المبيعات quarters ا impressعتها نسخه احتياطية واحدة يسمعها المبيعات يبقى عند المبيعات اللي انا فيها ديت بيقول لي ادخل النص اسم الموظف الخلية A1 الخلية A1 بسيطة جدا اول خلية huطف을 في المصنف سوريا عندها و هو بيقى Almost اسم الموظف هكتب هنا اسم الموظف في الخلية ديت اضغط انتر زي ما تعودنا علشان اثبت القيم طيب الفقرة التالتة بيقولي عد تل تنصيق الخط للنص في الخلية اي واحد الى اللون الاحمر طيب انا اختار خلية اي واحد مرة تانية و اختار لون الخط اغيره اللون احمر خلي بالك فيه هنا عندنا اثنين احمر احمر غامي واحمر عادي اللي هو احمر بس ازي كده هنختار الاحمر اللي زي كده بس بعدين حجم الخط كذلك اغيره الاربعة عشر لنفس الخلية اغير حجم الخط الاربعة عشر طيب ببدا السؤال الاول يقول في ورقة العمل المبيعات برضو نفس الورقة قم بحساب صافي الدخل في الخلية دي اثنين على النحو التالي اللي هو عبارة عن صافي الدخل يساوي الدخل ناقص قيمة الضريبة طيب احروح انا عند ايه عند الخلية دي اثنين فين الخلية دي اثنين انه هو العمود دي والصف اثنين يبقى الخلية دي هتأكد من اسمها هنا دي اثنين وبعدين هبدأ اكتب هنا عملية حسابية اي عملية حسابية ببدا اكتبها في برنامج الاكسل لازم ابدأ اكتبها بالايه علامة اليساوي هكتب علامة اليساوي زي ما انتم شايفين هنا وبعدين هكتب هنا بقى اسم اسماء الخلايا اللي فيها الدخل وقيمة الضريبة انا بحسب لايه انا بحسب للصف التاني صح فين الدخل في الصف التاني هذا هو اللي هو بي اثنين يبقى انا سأكتب B2 بالشكل ده او اضغط اختار الخلية بنفسي من الجدول بعدين سأقللي الدخل طرح كام طرح قيمة الضريبة يبقى هامل علامة الضرح زي كده وبعدين اضيف قيمة الضريبة عندي برضه في نفس الصف اللي هو C2 بالشكل ده يبقى كده كده كعملت العملية الحسابية بتاعتي اضغط Enter علشان احسبها بالشكل ده طلعلي الحسبة 478 خلاص بخليها زي كده واشوف السؤال البعد برضه في ورقة العمل المبيعات قم بحسف الصف الذي يحتوي على النص السنة المالية 2017 طيب يبقى دلوقتي هاشوفين الخلية اللي مكتوب عليها السنة المالية اهيه مكتوب السنة المالية المالية عزرا 2017 يبقى دلوقتي انا ههدد على الصف باكمله بالشكل ده ههدد على الصف باكمله وبعدين اضغط ضغط يمين على الصف وبعدين اقول له ايه حسف بحسف الصف باكمله لايه اللي موجود فيه الكلمة ديئت بالشكل دوت يكون ايه حسف الصف بتاعي هروح للسؤال اللي بعده يقول لي عدل اسم ورقة العمل النسخ والنسخة الاحتياطي اللي تصبح بيانات عام 2018 طيب ببدلوقتي هروح عند النسخة الاحتياطي هروح عند الورقة ديت اضغط عليها اضغط عليها ضغط ايمين وقول لها ايه اعادة تسميع بعد ما اعمل اعادة تسميع هخليها بيانات عام 2018 هكتب كده بيانات عام 2018 بالشكل ده بعد ما اضغط enter عشان اثبت التسميع طيب بكده عملنا اعادة تسميع سؤال اللي بعده في ورقة العمل المبيعات برضو هرجع بقى لورقة العمل المبيعات اللي كنت عليها احذف الخلاقية C14 الى D17 طبعا لما بنا بقرة نطاق الخلاق بقرة من اليسار لليمين دايما يعني هنا دوت بداية النطاق ودي نهاية النطاق قم بعمل ازاحة للخلاقية الى الاعلى دوت بعد ما نحذفها سيكون عندي خيارات ساختار منها اللي هو ايه ازاحة الخلاقية الاعلى يبقى اولا خليني احدد على النطاق الخلاق ده عندي نطاق الخلاق اللي هو C2014 اهو 14 C C14 اروح ضغط عليها وساحب الى D17 اهو دوت الصف 17 والA العمود D اهو عندي العمود D هنا والA الصف 14 يعني احدد الخلايا كل الخلايا ما بين الخليتين دول عشان اعمل نطاق الخلايا دوت كله بعد ما اكون حددت النطاق الخلايا ده هضغط عليه ضغط ايمين وبعدين اقول له ايه حسف هعمل حسف الخلايا دي وبعدين عايجيني هنا مربع هاختار منه اللي هو ايه ازاحة الخلايا الاعلى زي ما هو طالب مني في السؤال هقول موافق بالشكل طيب يشوف السؤال اللي بعده يقولي فرقة العامل المبيعات قم بتعديل نمط الخط لنطاق الخلايا اي اثنين الى اي ستة الى مائل طيب يبقى حرجع لفوق شوية وبعدين حلاقي عندي العمود اي يبقى انا مطلوب مني من اي اثنين الى اي ستة يبقى انا احدد على كل الخلايا ديت من ابتداء من اثنين الى ستة بالشكل ده العمود اي وبعدين اغير التنصيق بتاعهم كلهم لمائل هاختار من هنا اللي هو الاي اللي هو المائل بعدين حشوف السؤال اللي بعده بيقولي في ورقة العامل المبيعات قم بما يلي عين ناحية الطباعة من الخلايا اي واحد الى سي ستة طيب يبقى دلوقتي عاوزني اغير ناحية الطباعة لايه للخلايا ديت او النطاق ده من اي واحد الى سي ستة طيب فين اي واحد عندي اهي اي واحد عندي في بداية الجدول هنا هروح ضغط عليها وساحب الى سي اللي هو عمود سي اهو كده بسحب لعمود سي بعدين انزل للصف الى السادس بالشكل ده يبقى من اي واحد الى سي ستة يبقى دوت نطاق الخلايا المطلوب مني بعدين بروح عند تخطيط ومن عند تخطيط اختار اللي هو حاجة اسمها هنا عندي منطقة الطباعة هاختار تعيين ناحية الطباعة بالشكل ده بعد ما اخترنا التحديد ناحية الطباعة يبقى مكتوب هنا عندي print area يبقى اعرف ان انا عملتها بالطريقة الصحية طيب اخر حاجة عندي في الجزء احفظ المصنف باسم معلوماتي في الموقع الشهادة الدولية هاروح برضو عند ملف حفظ باسم بعدين استعراض وهحفظه هنا باسم ايه معلوماتي بالشكل ده بعدين اعمل حفظ يبقى كده ايه خلصت الجزء التاني ننتقل للجزء الاخير به الجزء التالت هاقول له نعم طيب هاقول هنا موافق برضو وابدأ الجزء التالت الجزء التالت برضو بيقول لي افتح المصنف الرواتب من الشهادة الدولية هاروح عند ملف فتح استعراض ويحفته اللي هو قرص المحل سي الشهادة الدولية الرواتب وعدين اعمله ايه فتح طيب هاروح التالي بيقول لي في ورقة العمل الربع الاول طيب انا عندي ورقتين عامل اللي هي الرسم والربع الاول عدل نوع التخطيط ليصبح دائري ثلاثي الابعاد طيب يبدل الوقت ايه انا عندي تخطيطه موجود عندي في الايه في ورقة العمل والربع الاول التخطيط ده محتاج ان ان اغيير نوعه النوع دلوقتي عندي عمودي ههغير نوعه لإيه لدائري ثلاثي الابعاد طيب اذا اغيير ي Hungry هاروح عند تصميم عند ال элем مخطط بعد ما كنت حددت على المخطط بعدين ساrate عندي تغيير نوع المخطط اختار تغيير نوع المخطط بعدين عندي هنا مخططات كثيرة جدا المطلوب مني دائري هاروح عند قيمة الدائري كذلك بعدين عندي انواع من الدائري هو طالب عليه ثلاثي الابعاد يبقى دلوقتي هروح عند دهوت اسمه مكتوبه دائري ثلاثة الأبعاد هختار دهوت بعدين أقول موافقة تبقى كده غيرت نوع التخطيط طيب السؤال البعده يقول في ورقة العمل الربع الأول برضو نفس الورقة غير حجم المخطط ليصبح الارتفاع 10 سنتيمتر والعرض 18 سنتيمتر يبقى هروح عند بقى دلوقتي التنصيق المراتي هروح عند تنصيق عند أدوات المخطط وبعدين بقى لقي حجم المخطط موجود هنا عندي اللي هو الارتفاع والعرض هنغير الارتفاع هنا هروح مسح كل اللي مكتوب هنا وهكتب بنفسي عشرة زي كده يبقى دوت الارتفاع هيروح مغير للارتفاع بتاعه على طول بعدين أحدد على العرض وأغير العرض برضو 18 زي كده يبقى كده أنا غيرت العرض والارتفاع بتاعه المخطط زي ما انتم شايفينه طيب سؤال بعده يقول لي غير لون خلفية المخطط ليصبح أخضر خلفية المخطط اللي هو لون التعبئة بتاع المخطط هنلاقي هنا عندنا تعبئة الشكل هتغط عليها وبعدين أختار من هنا اللي هو اللون الأخضر هتلاقوا لون الخلفية الأبيض اتغير على طول الأخضر هنروح مختار اللون واثبته في المخطط زي كده طيب سؤال بعده يقول لي في ورقة العمل برضو الربع الأول غير نمط الحدود للخلايا A1 إلى D4 إلى خط متصل طيب يبقى دلوقتي فين الخلايا اللي هو طالبها طالب من عند الخلايا A1 اهيه دية الخلايا A1 بعدين أروح ساحب إلى الخلية كام D4 زي كده يكون الصف الرابع متحدد إلى العمود D بالشكل ده يبقى دلوقتي أحدد نطاغ الخلايا ده كله بالشكل دهوت وبعدين أروح بقى عند الحدود الحدود بحصلها هنا عند تنسيقات الخطوط فأختار الحدود وبعدين أختار نمط الخط إذا هو خط متصل هذا هو أول واحد دهوت الخط المتصل بروح ضغط عليه زي كده بعدين نراجع لنفس القايمة مرة تنية ومختار هنا إيه كافة الحدود عشان يتم تطبيق كافة الحدود على إيه على كل الخلايا اللي أنا عملتها طيب بعدين دهوت السؤال الخامس سؤال البعده يقولي غير حجم الصفحة لورقة العمل الربع الأول إلى حجم لتر طيب سأروح عند تخطيط الصفحة وبعدين من عند تخطيط الصفحة سألاقي حجم الصفحة من عند حجم الصفحة سأختار هنا اللي هو حجم اللتر زي ما هو طالب مني في السؤال سأختاره زي كده بس مش أكتر من كده بعدين أروح للسؤال اللي بعده الأخير يقولي إحفظ المصنف بإسم الميزانية في الموقع الشهادة الدولية سأروح عند ملف من ملف أختار برضو حفظ بإسم وبعدين استعراض وهي حفظه في الشهادة الدولية في نفس المكان سأحفظه بإسم الميزانية بشكل دوت أعمل حفظ ويكون كده خلصنا من الاختبار التجريبي للأكسل هنعمل إنهاء لامتحان التجريبي عشان نشوف النتيجة بتاعتنا هنقول له نعم طيب والحمد لله طلع لنا هنا العلامة 100 يعني جوابنا على كل الأسئلة بشكل صحيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر